هذه الآية أعزائي مرتبطة بمسألة الهداية نحن قلنا أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار في آيتين لا أقل بأنه يهدون ماذا؟ يهدون بأمرنا في سورة الأنبياء وفي سورة السجدة قلنا بأنه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا السؤال المطروحنا هو أي هداية هذه للإمامة؟ قد أحد يستند إلى قوله بأمرنا جيد هذا في محله ولكن هل القرآن الكريم بيّن خصوصية هذه الهداية أم لم يبينها في محل آخر؟ هذا الذي أنا لم أجده واقعا إلا نادرا إلا من المحققين الحق والإنصاف وإلا عموما سنة وشيعة لم يلتفتوا إلى هذه الآية أو لم يربطوا هذه الآية بتلك الآية هذه الآية أعزائي هي الآية 35 من سورة يونس قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق محل الشاهد هذه الجملة اللاحقة أعزائي أفمن يهدي إلى الحق؟ أحق أن يتبع التفتوا جيداً والآية يوجد فيها ماذا؟ المودة والمحبة والإحترام لا 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 فيها ماذا؟ فيها اتباع اتباع فرق أكو كبير بين أنه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وجدت أن البعض يستدل بهذه الآية ولا ينكر المودة أنت تريد أكثر من ماذا؟ أكثر من المودة تريد الاتباع تريد ماذا؟ تريد الطاعة تريد التمسك هذا لا يخرج من آية ماذا؟ من آية المودة أفمن يهدي إلى الحق؟ أحق أن يتبع؟ أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يعني عندكم عقل وما عندكم عقل عندما تساوون بين من لا يهدي إلا أن يهدى وبين ماذا؟ وبين من يهدي إلى الحق وقعنا الآية من الآيات الجدًا المعقدة في فهمها أنا أحاول أعزائي بقدر ما أستطيع في هذا اليوم بقدر ما أستطيع هذا اليوم اليوم اللاحق أقف عنده هذه الآية يعني آية تحتاج يومين أعزائي لا تنقض اليقين من الشيخ والله ما يحتاجها سيزة وادة شو ما تعترضون؟ آية قرآنية ما تحتاج يومين بحث أليه لحوة أطرح القضية في عدة تساؤلات التساؤل الأول هذا التقسيم هذا التقسيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من؟ أم؟ هذه مضغمة بعد أم من؟ إذن تقسيم المقسم ما هو؟ في هذين القسمين قد يقال أن المقسم هو الهداية إلى الحق والهداية إلى ماذا؟ إلى غير الحق الهداية إلى الباطل والقرآن الكريم صريح في هذا المعنى أن بعضا يدعو إلى اليهدي إلى الجنة وبعضا يدعو ماذا؟ إلى النا إذن الهداية الهداية تنقسم إلى هداية إلى الحق وإلى هداية ماذا؟ إلى غير الحق فهل الآية تريد أن تقول أن الهداية على قسمين أم تريد أن تقول شيئا آخر؟ الجواب لا الآية مو بصدد هذه النقطة بأي قرينة أعزائي؟ بقرينة إذا قالت أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع لابد في المقابل ماذا؟ أم من لا يهدي إلى الحق مو أم من لا يهدي إلا أن يهدى لأن المقسم الهداية إما هداية إلى الحق وإما هداية ماذا؟ إلى غير الحق مع أن القسم الثاني مو الهداية إلى غير الحق وإنما القسم الثاني ما هو؟ أن الذي يهدي يعني الهادي إذن التقسيم بلحاظ الهادي مو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهداية أن الهادي قد يكون مهديا بغيره وقد لا يكون مهديا ماذا؟ بغيره بل مهديا بنفسه بأي قرينة؟ بقرينة قال أم من لا يهدي إلا أن يهدى إذن القسم الأول يهدي إلى الحق من هو؟ يهدي من غيره أن يهدى يعني لا حاجة له إلى الهداية يهدي ولكن محتاج إلى الغير أو غير محتاج إلى الغير بعبارة أخرى واضحة أن الهادي إلى الحق إما أن يهدي وهو مهدي من الغير وإما يهدي وهو مكتف لا يحتاج إلى هداية من الغير هذا التقسيم إذن المقسم في الآية المباركة مو الهداية ليست الهداية وإنما المقسم في الآية المباركة ماذا؟ الهادي ما هي خصوصيته؟ هل هو مهدي بغيره؟ أو هو مهدي مو بغيره؟ ومن هنا الآن خليلي في الحاشية لماذا من أوصافهم عليهم السلام المهديين؟ لماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ إذن أعزائي الهادي إما مهدي بغيره لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى هذا مكتفي بنفسه أو غير مكتفي؟ غير مكتفي هذا يحتاج إلى من يهديه يحتاج إلى من يأخذ بيده أما الأول بقرينة هذا القسم الثاني القسم الأول من هو؟ يهتدي يهدي ها؟ شنو؟ يحتاج إلى أن يهديه أحده ولا يحتاج لا يحتاج إذن الآية المباركة بصدد بياني التفتولي أعزائي بصدد بياني أن الهادي على قسمين هادي لا يمكنه أن يكون هاديا إلا إذا هدي من الغير الثاني هادي يمكنه أن يكون هاديا بلا حاجة إلى هداية الغير ما أدلو واضح هذا السؤال الأول والجوابه أسوأ